السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا ربي تكونوا كويسين وبخير يسعد الله وكادكم حبيب قلبي اكبر تحية لموليد بورج الدلو بورج الدلو ركز معي كويس جدا في كراءتك النهاردة كراءة جميلة جدا وهتكون طاقة ايجابية ربنا يجعلك في كل خطوة سلامة الفترة اللي جاية ويجعلك من الصابرين بازن الله هيكون فيه تقدم وفيه راحة وهيكون فيه خير قادم لحياتك بس انت ركز معي وان شاء الله باذن الله ربنا هيبشرك هنشوف مع بعض يا بورج الدلو ايه الاخبار اللي عندك الفترة اللي جاية وايه التقدم وايه الاحداث الشديدة اللي هتحصل الفترة اللي جاية باذن الله بسم الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد بورج الدلو الفترة دي هتكون فترة تقدم على اكتر من وضع عندك او على اكتر من طريق على اكتر من حاجة على اكتر من موضوع الوضع عندك بدأ يترتب او انت بدأت يترتب الوضع عندك اكتر من حاجة في مواضيع عندك بدأت تاخد وتدي فيها في كلام عندك هيتقال فانت هتاخد فيه قرار حاسم فيه طريق هيتفتح قدامك فانت هترسم فيه احلامك الله اعلم بس انت على جميع القصد هيكون فيه كمية راحة رهيبة جدا ليه بقى اولا انت عندك دفعة لقدام عندك خطوة لقدام عندك طريق لقدام عندك اكتر من حاجة لقدام انت ناوي على حاجات كتيرة جدا عايز تعملها الفترة دي البعض منكم الآن على موضوع شغل باله البعض منكم عنده حيرة وتوتر من كذا طاقة مؤثرة عليه عندكم خروج من محنة خروج من كتلة مسبب لكم ضغوط نفسية او مسبب لكم مشكلة كبيرة على حياتكم البعض منكم حيران البعض منكم مستني دفع لقدام البعض منكم عنده اكتر من طريق مفتوح قدامه بس هو الآن بسبب الطرق دي ومش عارف ياخد قرار ازاي مش عارف يبدأ ازاي مش عارف يتعامل ازاي عندكم اسئلة كتيرة جدا حطينها وعملين تترددوا عملين تسألوا عملين تعافروا من اجل ان انتو يكون في نجاح عندكم في ازدهار عندكم البعض منكم ممكن يكون عنده قلق بخصوص مشروع قلق بخصوص شغل قلق بخصوص حاجة معينة مؤثرة عليه في اكتر من طريق عندكم مؤثر عليكم في اكتر من حاجة بس انتو نكحين جدا في شغلكم الفترة دي او نكحين ان انتو تخلصوا نفسكم من اي طاقة سلبيا عندكم بنوتة او واحدة ستة بنوتة مؤثرين عليكم في كل حاجة ضغطنكم حرفيا نفسيا بخليين دايما عندكم فيه ربوع لورا ما فيش تقدم في اكتر من حاجة فيك اكتر من حاجة ملايقاكم اكتر من حاجة عندلكم عراقين انتو بتحاولوا بقدر المستطاع الفترة دي ان انتو عصابكم تكون هادية خالص بتحاولوا ان انتو تستجدوا وتتأقلموا على الوضع بتاعكم طبعا من بعد الفترة الصعبة اللي انتو عشتوها مع نفسكم او مع بعض الاخرين اللي في حياتكم بس الفترة دي فعلا هي فترتكم وفترة النجاح بتاعتكم فترة ازدهاركم بنفسكم فترة التقدم لكم والحياتكم فانتو لازم تركزوا الفترة دي على النجاح بتاعكم وعلى الازدهار اللي انتو عايزين وليه؟ علشان هيكون فيه تقدم حلوة جدا وهيكون وشكم الفترة دي منور في اكتر من مشروع او في اكتر من طريق ليه بقى علشان خاطر انتو بقالكم مدة وشكم ده بلان بقالكم مدة بتعانوا من ضغوط نفسية اذا كان الشريك او اذا كان حد من اهل الشريك ليه علشان خاطر انتو الفترة دي عشتوا في مقساء مع اهل الشريك اهل الشريك كانوا دايما حطين عليكم اهل الشريك كانوا دايما فيه بينكم وبينهم مشاكل وضغوط نفسية رغم طيبة قلبكم واناقتكم وحياتكم الهدية والجميلة رغم ان كانت فعلا الناس بقدر المستطاع حطين عليكم في اكتر من حاجة القلب عندكم في يعني بتعانوا من ناحية القلب في طاقة مأثرة عليكم من ناحية القلب القلب عندكم تعبان شوية القلب عندكم في حاجة مأثرة عليه فانتم اتدايقين مخنوقين كمان بدأتوا انتو تفقدوا سكتكم في ناس مقربة ما توقعتوش منها ردة الفعل دي ما توقعتوش منها ان هم يعملوا فيكم كده بدأتوا تاخدوا معها قرارات حاسمة وقلتوا الناس دي احنا مستحيل نتكلم معاها او مستحيل بمعنى اصح نفكر ان هم يتكلموا معانا في مواضيع بدأتوا تاخدوا وتدوا فيها مواضيع بدأتوا تختلفوا في رأي الاخرين في حياتكم فبدأتوا تقولوا خلاص حسبنا الله منعمل وكيل في اي حد ممكن يأذينا بدأتوا تحطوا رجلكم على ارض صلبة في حياتكم بدأت تقدم ياخدوا الكبير جدا منكم بدأت ان الحياة اللي فيها استقرار لحياتكم بدأتوا تتحسنوا على اكتر من وضع عندكم في اكتر من حاجة بدأتوا تشتغلوا عليها في اكتر من حاجة بدأتوا ان انتوا تحسنوا مواضيع داخل بالكم ففي طاقة سلبية انتوا هتركنوها على جنب الفترة دي مهما اتزلمت الفترة دي ربنا هيبشرك تبشيرة حلوة جدا انت ماشي في عمل صالح في نفس الوقت انت شايل هم كبير فوق كدفك الهم الكبير ده مخليك عايش بعذاب وقلب في حاجة انت مخبيها على الشريك الحاجة اللي مش خبيها على الشريك دي رغم ان انت كتاب مفتوح رغم ان انت طاقة كده مفتوحة ما بتعرفش الكتب ولا بتعرف النفاق ودايما اقول لك ان كلامك دبش مع الناس كلامك دبش مع الاخرين عندك انسانة او عندك ستة كبيرة حجوزة ستة الكبيرة دي في السنة دايما بتزود همك دايما بتبير لك ان هي بتدعيلك بس هي مش بتدعيلك هي حاسة ان انت ماشي ومستمع كلامها وعشان كده دايما بتدعي عليك بس قدامك بتدعيلك الفترة دي كمان عندك تحديد مصير في حاجات كتيرة جدا انت حاطت الهدف قدامك عملت حدد في مصيرك وتحدد ازاي هتعدي الايام دي عشت اكتر من اكتر من سنة كنت فيها عذاب وحان الوقت انت تعيد حساباتك عندك فضل انت هتعمله او عندك كده طاقة ايجابية فيه خير ليك حلوة جدا انت دايما فيه شوية تعنف بتتعامل بعنفة مع الاخرين بتتعامل كده بتلقائية اكتر والتلقائية دي بخليك انت فيه شوية حيرة ده بتقول حسابين الله هو نعم الوكيل في حد ظلمك وقصر بخطرك كمان الفترة دي انت بتحاول تهدي نفسك بأي طريقة بتحاول ان انت تهدى خالص وتتعامل بما يرضى الله مع الاخرين اللي فيه حياتك عندكم زيارة عندكم لقاء عندكم حد هيجواب معاكم والقاعدة هتكون لطيفة هتكون مستين جدا بالقاعدة دي البعض منكم مرائب البعض منكم عنده عين مترقبة البعض منكم بترقب من على جميع المواقع وفي نفس الوقت انتو نويين تغيروا السكن اللي عندكم حاليا بقدر المستطاع عايزين تطلعوا منه عندكم قاعدة والقاعدة دي انتو هتقولوا حق وهيبقى في القاعدة دي شخص دمركم ويأكل من حقكم كتير جدا او شخص بمعنى صح زلامكم وتكلم عليكم في كذا حاجة فعشان كده دايما هتكونوا اصحاب حق اصحاب شخصية عظيمة صحاب تلكائية في حياتكم كمان انتو هنا في استعجال عندكم مستعجلين في حاجة فيه امر معين حقينه ببالكم ومستعجلين عليها الله اعلم بس انتو الفترة دي من كتير الاستعجال عندكم بدأتوا انتو مش عارفين عايزين ايه او في ايه البعض منكم حس ان هو مدبوح بسكينة تلمة حس ان هو مدبوح وبيتعزن رغم ان انتو بتسعوا الفترة دي من تحقيق الحلم وتحقيق النجاح اللي عندكم ودائما هيكون عندكم شكرانية تامة في التعامل في الاخذ والعطا انتو بتحبو تدو كتير بس ما بتحبوش تاخدو يعني انتو من المود ايه اتكم كريمة جدا ايه اتكم ايه وشوكم بشوش بتتعاملوا مع الناس بما يرضي الله بس انتو هنا محطوط عليكم من حد بطريقة سلبية كمان البعض منكم انتو عندكم يعني البعض منكم ممكن يكون عنده طاقة معينة اذا في حاجة معينة انتو بتنظرين للايام اللي جاية الطريقة مختلفة بس في حظ بينكم وبين حد يعني انتو محذورين من حد حد حذركم الله اعلم فيه بلوكة عندكم هيتفتح الفترة دي كمان انتو هنا عايشين مع بعض الاخرين بزل عايشين ببعض الاخرين بكسرة قلب البعض منكم ممكن يكون في علاقة زلال بعض منكم ممكن يكون في علاقة سلبية علاقة تعبية جدا وتعب جسده فعشان كده هو مفكر ان هو يشتغل بطريقة ايجابية كمان انتو هنا بسم الله اللهم صل وبرك على سيدنا محمد هيبقى عندكم حد كبير الحد الكبير ده فعلا هيتطبطب عليكم وانتو هتتكلموا معايا بالطريقة ايجابية وبعض اللي ما هتتكلموا معايا هتحسوا قديه ان ربنا كريم عليكم وان ربنا فعلا هيخفض جواكم الالم والحزن اللي جواكم عندكم كمان هنا اه حد صغير الحد صغير ده انتم متعلقين بيه بشكل كبير جدا وبتحبوه بكل الطرق اه يعني الشخص ده طفل صغير انتم بتحبه جدا تشوفوه بتحبه جدا تتكلمه معاه بتحبه جدا تتعامله معاه انتم هنا في حد اكل حقكم انتم مساكين جدا في الطعامل بس عليكم ندر الندر ده لازم الفاتر تتوفو بيه عندكم اخوات مش حبا لكم الخير بيتعاملوا معاك بكده بطاقة سلبية الاخوات دي مش حبا لكم الخير فعلا حبة تأذيكم باي طريقة حبة ان هي اتوقعكم في طريق آآ سلبي في طريق اذى في طريق تعب الله واعلم بس انتم زي ما قلت لكم انتم مشين جنب الحيط ماشي ماشيين باي طريقة يعيشين جنب الحيط فعشان كده ما هيجعل لكم ربنا في كل خطوة سلامة. سمعتوا الخبر دايكم سمعتوا خبر اه تعب نفسي goodcom. سمعتوا خبر بمعنى صح؟ حسيتوا ان الخبر ده ايه ده? انتم اتصدمتوا جدا لما سمعتوا الخبر ده. وعشان كده خدتوا قرار حاسم في الموضوع ده خدتوا قرار كده بشكل كبير. خدتوا قرار كده انتم مش عارفيني الكرار ده خدتوه ازاي. بس كل اللي عليكم انتم خدتوا القرار ده علشان خاطر تشوفوا الايام اللي جاية بيبقى فيها ايه او تشوفوا الايام اللي جاية هتمشي ازاي معاكم كمان انتو هنا عايز اقولكم ان انتو حد بيدور وراكم حد من ابراج هوائية حد كده بيحاول ان هو يفتش وراكم باي طريقة وانتو برضو حراسيين جدا الفترة دي ان انتو ما تقعوش في غلط او تقعو في خطيئة او تقعو في زنبو معين الله اعلم بس انتو خلوا بالكم دايما انه في حد عندكم بيحاول يدور وراكم عندكم حد مخلص لكم جدا بيحب جدا يساعدكم في كل حاجة بيحب جدا يقف معاكم بيحب جدا ان هو يعني يقف يكون ظهركم يكون سناتكم في الحياة الله اعلم اللي بالرابط اللي بينكم اذا كان صديق او حبيب حد مقرب لكم بمعنى صح طبعا الشريك الفترة دي الشريك الفترة دي في حرا الشريك الفترة دي في دوخة الشريك الفترة دي مش عارف ياخد قرار وعارف يتعامل ازاي معاكم وعشان كده انتو ممكن تكونوا بتفكروا الفترة دي ان انتو تبعدوا حبة وقت لحد ما تشوفوا الدنيا هتترتب ازاي او بمعنى صح تشوفوا الدنيا هترسى فيها ايه اه كمان انتو هنا باسم الله اللهم صلوا وبارك على سيدنا محمد اه الفترة دي هيبقى فيه اتخاذ وعطى عندكم هتنزروا للحياة بشكل مختلف وان شاء الله كمان هيبقى فيه اه يعني حاجة كده جديدة هتحس ان هي غمرت قلبكم بالطريقة الايجابية العمل الصالح بتاعكم دايما هو اللي بينجيكم من اي عذاب في واحدة ست انتو كنتوا ماشيين وراها الست اللي كنتوا ماشيين وراها دي كانت سلبية جدا وده اكبر غلط ان انتو فضلتوا تمشي وراها تعبتوا وتأزيتوا حسيتوا قدية ان انتو اللي بتعملوه ده غلط خالص علشان الست دي عايزة فعلا تخرب بيتكم وعايزة توقعكم في شر اعمال هاي انتو ملكمش اي دعوة بيها انتو ممكن فعلا تكونوا بيتمشوا يعني في ماشيين في طريق اذا اه ليكم انتو مش لحد بس اه تحبنين يعني اه ممكن تكونوا انتو من الوقت للتاني بيجولكم نفور من الشريط بطريقة كبيرة جدا وما بتبقوش عايزين تتكلموا معاه ولا عايزين تتعاملوا معاه خالص وبتبقوا كارهين انو ده ساعتها بيدل على الحسد الشديد انتو دايما متفوقين في كل حاجة بس عندكم حد بيخون وحد بيخدع وحد بيظلم كمان انتو عندكم الفترة دي هتمسكوا قلم وهتمضوا امضة الامضة دي هتكون خير ما تقلقوش خالص الامضة دي هتكون خير لكم انتو لاما كب كتاب لاما شهادة على حاجة لاما توقيع على سفر توقيع على ورق مهم جدا لكم كمان البعضة منكم عنده حاجة تخص البنك عنده فلوس في البنك عنده ورق يخص البنك الله اعلم بس انتو عندكم حاجة تخص البنك الفترة دي وان شاء الله بازن الله الطاقة الايجابية اللي انتو مستنين هتلاقيها على جميع الاسر بتاعتكم فبلاش الهم وبلاش التوتر اللي عندكم واللي ملازمكم على الفاضي وعلى المليان كمان انتو حاسين بالنبضات كده الغريبة جدا في جسمكم حاسين بالتوتر والحيرة رغم ان انتو متقلقين جدا في كل خطواتكم كمان انتو هنا باسم الله اللهم صلوا وبارك على سيدنا محمد هتكونوا من العشرة لأوائل في كل حاجة هتكونوا دايما مميزين في كل حاجة او انتو دايما بيتميزوا نفسكم في كل حاجة فانتو عندكم تميز عندكم خير عندكم طاقة ايجابية عندكم طاقة عامة او طاقة جديدة الطاقة الجديدة او الطاقة الايجابية ديكم دي طاقتكم انتو او هدفكم انتو او تحقيق حلمكم انتو او تحقيق النجاح بتاعكم الله واعلم بس انتو ما شاء الله عليكم خلاص هتشيلوا الغشاوة اللي على عندكم علشان تشوفوا كل واحد عايز منكم ايه تشوفوا الناس اللي حواليكم ملازماتكم ليتشوفوا كل شخص في حياتكم بيتعامل معكم ازاي تشوفوا كل شخص في حياتكم انتو ماشيين فيه ازاي بتسعوا ازاي بتتكلموا ازاي بتتعاملوا ازاي بدأت كل حاجة تتغير عندكم بدأت كل حاجة تتعاملوا معاها عندكم بما يرضي بس في رعشة وفي ضربات قلب سريعة وفي هزة كده بتجيلكم في جسمكم بشكل كبير جدا في حاجة معينة كده حاسين بها بدأ يعني انخفاض في ضغط انخفاض في سكر في حاجة عندكم انتم لازمكم بتاخدوها عليك او بلا يعني في حاجة عندكم مؤثرة عليكم ده يعني مخليكم دايما مش عالفين تاخدوا كراء اقدر اقول طبعا ان في ناس هنا بتعالج في جسمها بتعالج في شعرها في ناس نوية تعمل عملية عندكم ايه عندكم الطفل وزي ما قطلوكم الطفل اللي هو الجميل الصغير ده اللي انتم بتحبوه الطفل ده تعبان شوية الطفل ده مأزي شوية من العين ان العين جاي عليه بالطريقة كبيرة جدا العين فعلا مؤثرة عليه مخليه دايما عنده تراجع مخليه دايما عنده مشاكل سلبية هو بيعاني منها او بمعنى صح ضغوط مؤثرة عليه في حياته الفترة دي كمان بسم الله اللهم صل وبرك على سيدنا محمد انتم هنا هتكونوا من الناس المبشرة بالخير لان انتم هتعودوا قاعدة حلوة جدا مع ناس لطيفة مع ناس كلها طاقة ايجابية مع ناس فعلا هتتعامل مع انتم هتتعاملوا معها بمعارض الله او هيبقى فيه تعامل حلوة بمعارض الله ليه علشان انتم شفتوا ازا كتير جدا في حياتكم وشفتوا ظلم كتير جدا من الاخرين ودايما نقول ان انتم هتستعجلوا في اي حاجة مدام هي خير لكم ليه علشان الاستعجال بيوقعكم في مشاكل الاستعجال بيخليكم انتم تتعبوا نفسيا وجسديا فعشان كده ربنا هيجعل لكم في كل خطوة سلامة وهيجعل لكم دايما كل حاجة فيها طاقة ايجابية وفي نفس الوقت انتم كمان هيكون عندكم دعم حلو جدا على جميع الاسعج دي علشان انتم طاقتكم ايجابية وطاقتكم مفتوحة والاخبار عندكم جميلة جدا وحسن الحظ حلوة جدا اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد الطاقة عندكم عالية اول فترة دي ان انتم تحصدوا التسع انتم ماشيين في طريقة وماشيين في مجال ماشيين في حاجة معينة المجال او الطريقة والحاجة اللي هي انتم ماشيين فيها حرفيا دي حاجة خير حاجة طاقة ايجابية حاجة فرض ليكم انتم والحياتكم البعض منكم هنا يعني واقع في المشكلة وعايز يحلها عايز فلوس سلاف مستني فلوس من حاجة الله وعلم بس انتم عندكم طاقات ايجابية وعندكم اخبار حلوة جدا وفي نفس الوقت الطاقة بتاعتكم عالية في كمة الاسدهار ليه علشان ربنا حكيم جدا بكل التعامل بينكم حكيم جدا بكل اللي انتم بتعملوه في حياتكم وكمان الفترة دي اه مش عارفين تاخدوا نفسكم بسبب الكلام السلب اللي عليكم بسبب انه في ناس كتيرة جدا حط عليكم بشكل كبير فانتم بتقرروا وكررتوا ان انتم تشتعروا على نفسكم وكررتوا ان انتم تعملوا حاجات كتيرة جدا جديدة وزي ما قطلوكم انتم بتجيلكم مجع في كتفكم بتجيلكم دوخة بتجيلكم نغازات بتجيلكم ضربات قلبي سريعة وما بتبقوش عايزين تشوف ومش شايفين انتم اصلا اي حاجة قدامكم وبتحطوا قدكم على الحيطة وبتسندوا اه بسبب القلم اللي عندكم وبسبب ان انتم العيون دايما مأسرة عليكم في حاجة انتم بسلها من بعيد ومستنينها مستنينها تحصل عندكم باي طريقة بتبسلها كده من بعيد وبتقولوا يا رب امتى الحاجة دي تحصل كمان البعض منكم هنا حاطت كزا احاجة قدامه اللي عايز يشتري يعني انتم ممكن تكون مش غالين في العقلات عايزين تشتريه شقة عايزين تشتريه حاجة معينة الله واعلم بس انتم عندكم شراء وخلي بقى لكم انتم الفترة دي بتحضروا تهدوا حد هدية يعني انتم هيجيلكم اليومين اللي جايين دول او انتم حاليا او الايام اللي جاية بتفكروا تهدوا حد هدية بتفكروا تقفوا جمع حد بتفكروا تساعدوا حد بتفكروا ان انتم تطلعوا نفسكم من اي ضغوط انتو بتمروا بيها الفترة دي. ليه علشان الظلم اللي انتو فيه حياتكم ميكفيكم. فنبقيتوش نقصين اي حاجة ولا بقي فيكم حتى اي طاقة للتأثير السلبي. ليه علشان ربنا بازن الله هو كبير عليكم. ربنا هو اللي هيسر امركم وهيفوض الحاجات السلبية اللي انتو بتمروا بيها على جميع الاسرات. كمان العجلة بتاعتكم هتدور وهيشربوا من نفس الكاس اللي انتو شربتوا منه. وتأكدوا كويس جدا من الكلام ده. فبلاش ان انتو تتكلموا عن اي حاجة خير انتو عملتوها. انتو بس اجتموا وداروا وشوفوا بنفسكم واتتفرجوا على كل من ازاكم في حياتكم. مين الشخص او انتو او مين اللي عندكم دايما بيهتم جدا بنفسه دايما يعني طاقة كده ايجابية دايما عنده اهتمام بالنفسه دايما عنده طاقة ايجابية دايما عنده دعم دايما عنده كده حاجة جديدة حاجة مختلفة الله اعلم بس عنده كده عنده كده طاقة مختلفة عنده كده حب التملك حب النفس حب الحياة بتاعته الله واعلم. فعشان كده انتو الفاترة دي اللهم صل وبالك على سيدنا محمد هتكونوا في كمة الازدهار وهتكونوا في كمة العالية. ليه هتكونوا في كمة الازدهار وهتكونوا في كمة العالية? علشان الطاقة بتاعتكم عالية جدا. علشان الطاقة بتاعتكم فيها دعم حلوة قوي. وهتكونوا مبسوطين على جميع الاسعاد. كمان انتم الفترة دي في تكفية بنفسكم وفي طاقة ايجابية حلوة جدا. وفي نفس الوقت هيكون آآ يعني حدا هيتعرف عليكم. حدا هيدخل حياتكم الفترة دي ويفتكروا الكلام ده كويس جدا. ممكن يدخل من عالسوشيال ميديا. ممكن يدخل من مقابلة صدفة. وهتكونوا مبسوطين جدا بالمكالمة دي او بالحاجة المعينة دي. هتكونوا دايما في تقلق كده ودايما فيه ازدهار بالنفس. ودايما هتحسوا ان ربنا كريم جدا عليكم. وان ربنا عاطفي قوي عليكم وعلى حياتكم. فما تيلاقوش خالص من اي قزة عندكم. ما تيلاقوش خالص من اي ظلم وقع عليكم خالص. اتأكدوا ان في اقرب وقت او في احسن وقت ربنا هيجعل لكم في كل خطوة سلامة. وهيجعل لكم كده يعني لو انتم كنتوا في يوم من الايام مزلولين لحد او كنتوا في يوم من الايام آآ كده تعبنين نفسيا. انتم متعرفوش ربنا مكتب لكم ايه ربنا مخبركم ايه ربنا هيبشركم ازاي في كل خطوة او في كل سلامة او في كل طريقة او في كل حاجة معينة في حياتكم. دايما اقول لكم ان ربنا هيجعل لكم في كل خطوة طريقة حلوة جدا. انتم متقلقوش خالص والله العظيم ان شاء الله بازن الله. ان شاء الله ربنا هيجبر بخطركم وهتتفرجوا. ليه علشان انتم عشتوا ايام فيها قلم. عشتوا ايام فيها خزلان من الناس كتيرة جدا. عشتوا ايام ما يحدش اعلم بها الا الله. يعني ما حدش اعلم بها غير ربنا سبحانه الله وتعالى. لدرجة ان انتم حد رمى عليكم. طوبة الطوبة دي كانت حريق بالنسبة لكم. آآ كمان البعض منكم انتم هنا عندو علامة في جسمه. العلامة دي دايما بتميزه عن اي حد. العلامة دي مازالت موجودة. مازالت آآ في ايده في رجله في جسمه. بمعنى صح. في علامة عندكم آآ في حياتكم. العلامة دي واخد منكم جزء كده كبير. او كل شوية ببصوا عليها. كل شوية تفتكروها. عايزين تعالجوها تعباكم. الله وعلم العلامة دي ايه سلطها بكم. بس هي فعلا مي لازماكم في كل خطوة انتم بتخطوها. آآ كمان انتم هنا بتحاول الفطوة دي تكفوا نفسكم عن اي حاجة. ما بيتوش مستنيين حد حاجة. مش مستنيين من حد بمعنى اصح اي حاجة. حتى لو انتم بتبطبها. انتم بتبطبها عن نفسكم. وبيتدون نفسكم. وبتعالجوا نفسكم. وبتعملوا كل حاجة لنفسكم. ليه? علشان انتم شايلين الهم الكبير. وشايلين الحمل الكبير على كدفكم. فزي ما قلت لكم انتم عندكم عدالة. وعندكم خروج من الالم. الالم الشديد اللي انتم عايشين فيه. او الحاجة الطاقة اللي مؤسرة عليكم انتم. ليه? علشان خطر طاقتكم بازن الله هتكون عالية. وهترفعوا قديكم لفوق. وهتفعلوا من تشاءوا بما يرديكم انتم. كمان انتم الفترة دي في حد هيجلكم وهيستعجلكم في قرار او هيعرض عليكم عرض علشان انتم تكونوا مستعجليين. لا انتم ما تستعجلوش خلص عشان هو العرض كده كده من نصبكم. فانتم بلاش تتحسسون انتم يعني ما صدقتوا ان القرار ده لكم ما صدقتوا انه في حاجة يتلقوا. لا. تكلموا بالروحة وتكلموا بعقل اكتر واخدوا في الامور وانتم. وبعد كده قولوا رأيكم اللي انتم عايزين تقولوه بالطريقة اللي تريحكم بالطريقة اللي انتم عايزنا. زي ما قلت لكم انت عندكم خير حلو قوي الخير اللي جاي لكم ده. هتحسوا قدي ان هو طب طبعا عندي ربنا وهتحسوا قدي ان هو دعم لكم وعلى جميع الاصعب بتاعتكم. ودايما اقول ان ربنا هيجعل لكم في كل خطوة سلامة وهيجعل لكم دايما ايد ممدودة لكم تساعدكم في الوقت اللي ممكن تقعوا فيه. او في الوقت ان تحسوا انه مفيش حد جنبكم ليه? عشان دايما ربنا عالم بنفسكم. عالم دايما ان انتم كنتوا طول حياتكم بتفعلو الخير وكنتوا دايما مغفلين بمعنى الصح او كنتوا دايما يعني بتحسوا ان بعد ما بتقدموا الخير بتحسوا ان انتم ايه ده? اللي انتم عملتوا ده مفيش اي حاجة نفعل عليكم. كمان البعض منكم واخد صدمة في حياته كبيرة جدا. اللي راح عمل فحوصات. اللي راح اخ كان بيتعالج عنده دكتور نفساني الله واعلم. بس انتم حصل عندكم طاقة سلبية. حصل عندكم ضغط نفسي في حاجات كتيرة جدا. ما بقتوش عارفين عايزين ايه او تعملوا ايه او ايه اللي حصل عندكم. ليه من كتر الضغوط اللي كنتوا شايلينها فوقت فوقكم. من كتر الطاقات اللي كانت متوزعة عليكم. طيب هتفتروا كده لحد امتى? لحد ما ربنا يجعل لكم في كل خطوة سلامة من الطريق اللي جاء. وزي ما قلت لكم انتو قربوا من ربنا. التبيعة بتاعتكم ملازماكم مخالياكم دايما عندكم ضغوط سلبي ودايما عندكم توقعات آآ تعباء جسمكم. بتصحوا من النوم كسلانين خمول ارهاق تعب بكل الطرق. ليه? علشان خاطر حسين ان الضغوط اللي عندكم دي مأسرة عليكم في كل حاجة. فعشان كده ان شاء الله بازن الله ربنا هيجعل لكم في كل خطوة فيها سلامة لكم. تحياتي لي.